السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تنمي السنة الأولى متوسط نبدأ على بركة الله في سلسلة ملخصات دروس التربية الإسلامية للفصل الأول عندنا أول الدروس وهو درس صورة الطارق صورة الطارق هي صورة مكية عدد آيتها 17 آية تعرضها معا بالنطق الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك كما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فما هل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم ما في المعنى الإجمالي لصورة الطارق فقد تحدثت أو دارت حول الإيمان بالبعث والنشور وقد أقامت البرهين أي أظهرت الدليل الساطع أو القاطع على أن الله سبحانه وتعالى له القدرة على إمكان البعث بعد الوفاة أي أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد وفاتهم فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته هذا فيما يخص المعنى الإجمالي هذا المعنى الإجمالي مختلف عن ما هو في الكتاب لكي يتمكن التلميذ من المشاركة في القسم بأشياء جديدة نجي إلى آخر عناصر هذا المرخص وهو ما ترشدنا إليه صورة الطارق الإرشادات وهي عبارة عن لسة المعنى الإجمالي هي معنى مخصص لكل آية أو لكل آيتين في الصهرة أول ما أرشدتنا إليه الآية أي ابتدأت الصورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الصاطع التي تطلع ليلا لتضيئ للناس سبولهم وليهتدوا بها في ظلمات البري والبحري هذا مما أرشدتنا أولئ إليه أنه وكل لكل إنسان من يحرصه أو يشهد أمره من الملائكة الأبرار ما ترشدنا إليه الآية أيضا أنها بيّنت الأدلة والبراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الإنسان بعد وفاته وأيضا أخبرت عن كشف الأسرار وهدك أسطار الآخرة حيث لا معين للإنسان ولا نصير ختمت الصورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة وحجته البالغة إلى الناس أجمعين وبينت صدق القرآن وأوعدت الكفر المجرمين بالعذاب الأليم وإياكم إلى ختم هذا الدرس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته